السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي اخواني كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير وصحة بسلام ان شاء الله اليوم قصتنا عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قصة كتير حلوة ومؤسرة بصراحة وبالدل على بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القصة انه كان من زمان كان فيه تجار فكان فيه تاجر مقتدير فحبي يهدي النبي عليه الصلاة والسلام عباية عباية هيك تقيلة هدايا اهل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هيهديه مني اليك يا نبينا يا رسول الله فقال له شكرا اخدها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعطاها للستنا عائشة وقال له حطيها خبيها على جنوب حطتها والله خبتها ما في بعد شوي بدق الباب واحد فقير على باب الله دق الباب فتحت ستنا عائشة قال له بدنا شي من مال الله راحت لعن سيدنا محمد قال له مين عم يدق على الباب قال له فقير عم يطلب شي لوجه الله قال له عطيه العباية اللي اجت نهدية عطيها أخذ العباية وفرح كتير هذا الفقير وراح ونزل على السوق وقق في نص السوق وصار ينادي ويقول يا ناس أنا معي عباية النبي عليه الصلاة والسلام مين بشتريها جمعت العالم حواليه وبلش العالم هذا يقول له أنا بشتريه بهيك وهذا بشتريه بهيك في واحد كان أعمى ما بيشوف أعمى ومقتدر يعني وكان عنده عبد من زمان كان في زمان العبيد وما العبيد فكان عنده عبد بشتغل عنده إنه خلاص هذا عنده فشو قال له قال له روح اشتري هاي العباية بأي ثمان وإذا بتجيب لي ياها أنت حر طليق لوجه الله بتروح معاعد خلاص أنت حر بتساوي اللي بدك ياه والله راح هذا العبد وراح والله وجاب للعباية جاب للعباية وراح لعند هذا الزلمة الأعمى عطاياها قال له خلاص روح قال له أنت حر طليق لوجه الله تعالى حمل حاله وراح ذاك العبد مساك هذا الأعمى العباية وحطه على وشه وشو قال هذا الأعمى قال يا رب بحق رسول الله عليك وبركة عباءته يا رب تردلي نظري والله ما فيه سواني كان بصره راجع لهذا الزلمة فرح كتير وانبسط كتير حمل حاله وراح لعند مين راح لعند النبي عليه الصلاة والسلام ورجع له العباية قال له هاي هدية مني إلك وحكا له شو صار قال له أنه أنا هيك هيك صار معي واجه واحد اشتريت العباية وحطيتها ودعيت قلت يا رب ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تردلي بصري ورجع لي بصري وهي العباية رجعت هدية إلك يا سيدنا يا محمد يا رسول الله فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بانت نواجزه يعني بيّنت ستنانه إنه ضحك إنه مبسط قال له شكرا أخدها وعطاها لستنا عايشة قال له شفتي يا عايشة سبحان الله العباية دارت دارت ورجعت لعنى وبنفس الوقت شو صار أغنت فقير وأعتقد رقبة عبد وردت بصر أعمى فسبحان الله يعني قديش بركة سيدنا محمد هاي عباية سيدنا محمد بس جيته هدية بس إنه فاتت بيته شوي قعدت شوية عنده ببيته وبركة سيدنا محمد إنه هو لمسها أغنت فقير وأعتقد رقبة عبد وردت بصر إنسان سبحان الله طبعا هذا كله بإرادة رب العالمين ويفضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا علي يا جماعة اللهم صلي على سيدنا محمد بتشكركم حبي شارككم أصيد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته